الصف الثاني عشر الفرع العلمي نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح لمادة الفيزياء متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعرفة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في الدروس التعليمية لمبحث الفيزياء عبر إذاعة صوت التربية والتعليم معكم المعلمة هباء سعيد صهيون من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات سأتناول الآن الفصل الثاني من الوحدة الأولى وهو التصادمات لذلك حضر كتابك المدرسي بالإضافة إلى كراسة وقلم ولا مانع من الآلة الحاسبة في البداية عندما نتحدث عن التصادمات أول ما يتبادر إلى ذهنك مشهد تصادم كرات البلياردو مثلاً أو مشهد تصادم السيارات في لعبة السيارات وهناك العديد من مشاهد التصادمات في حياتنا العملية لذلك في هذا الدرس سوف نتعرف على مفهوم التصادم ثم أنواع التصادمات وسنبدأ بالتصادم المرن ثم في الحلس القادمة سنتناول باقي أنواع التصادمات في البداية لو لاحظنا حركة الكرات التي يحدث بينها استضام فبالتأكيد إذا كانت لديك كرتين ساكنتين فلن يستضما لأنه لا يوجد بينهما حركة إذن حتى يحدث تصادم بين أي جسمين أو بين مجموعة من الأجسام يجب على الأقل أن يكون هناك أحدهم متحرك أو أكثر من جسم يمكن أن يتحرك ليحدث تصادم إذن حتى ينشأ التصادم يجب أن يتحرك أحد الأجسام إذن يمكن أن نعرف التصادم أنه هو تأثير متبادل بين جسمين أو أكثر أحدهما على الأقل متحرك وتؤثر خلاله الأجسام المتصادمة بعضها في بعض بقوة خلال فترة زمنية قصيرة جدا إذن هذا هو تعريف التصادم التصادم مرة أخرى هو تأثير متبادل بين جسمين أو أكثر كما قلنا سابقا ككرات البلياردو أحدهما على الأقل متحرك ففي لعبة البلياردو تكون جميع الكرات في البداية ساكنة والكرة البيضاء هي التي تتحرك وتؤثر خلاله الأجسام المتصادمة بعضها في بعض بقوة خلال فترة زمنية وهي ما نسميها بفترة زمن التصادم هذا هو تعريف التصادم ولو نظرنا إلى التصادم من حيث الحياة العملية فما أهمية دراسة هذا الموضوع؟ أهمية دراسة هذا الموضوع في حياتنا لأن هناك العديد من الألعاب التي تعتمد عليها كما حوادث السير أيضا يحدث فيها أنواع من التصادمات لذلك بتحليل النتائج هذه نستطيع أن نحدد طبيعة التصادم الحادث كما أن نتائج التصادم تصادم الجسيمات الأولية ساهمت في دراسة البناء الذري الذي نعرفه جميعا سنتناول أنواع التصادمات لدراسة أنواع التصادمات هناك نشاط في الكتاب صفحة 17 لدينا في هذا النشاط مجموعة من الكرات وجميعها على ارتفاع واحد إذن هنا كرة من الحديد وكرة من الزجاج وكرة من المطاط وهنا الطين الرطب أو الذي نعرفه جميعا باسم الطينة السلصال اللي بيلعبوا في الأطفال ونلاحظ أن هناك ارتفاع محدد في الشكل وهنا المطلوب أن تقوم بإسقاط الكرات من نفس الارتفاع وتلاحظ مقدار الارتفاع الذي سترتد إليه كل كرة فهنا ما تشاهده أن كرة الحديد قد ارتدت بارتفاع يختلف عن كرة الزجاج ويختلف عن كرة المطاط بينما الطين لم يرتد أصلا بل التصق في الأرض لذلك سنقول بأن كرة الحديد وكرة الزجاج وكرة المطاط متفاوتين في الارتفاع وكرة الطين التسقط فبذلك نقول بأن هناك فقد في الطاقة فقد في الطاقة أي أنه لماذا لم ترتد الكرات كلها إلى نفس الارتفاع لأنه بالتأكيد فقد الطاقة أثناء استضامها بالأرض إذن هناك تصادمات يحدث فيها فقد في الطاقة بينما هناك تصادمات لا يحدث فيها فقد في الطاقة لذلك سوف نصنف التصادمات إلى تصادمات مرنة وغير مرنة وعديمة المرونة التصادمات التي لا يحدث فيها فقد في الطاقة هي التصادمات المرنة إذن التصادم الذي لا يحدث فيه فقد في الطاقة هو التصادم المرن أما إذا حدث فقد في الطاقة فيصبح التصادم تصادم غير مرن وإذا التحم الجسمان معا كما حدث في التصاق الطين بالأرض فنقول بأن التصادم في هذه الحالة تصادم عديم المرونة وهو يخرج كنوع من أنواع التصادمات غير المرنة لأنه فاقد كبير جدا في الطاقة إذن سنبدأ الآن بمفهوم التصادم المرن سنبدأ بمفهوم التصادم المرن في صفحة 18 في الكتاب المدرسي هناك نشاط يستخدم فيه السكة الهوائية السكة الهوائية من الأجهزة الموجودة لدينا ولكن لا نستخدمها كثيرا في الأنشطة لذلك يفضل أن تكون على دراية على الأقل ببعض المعلومات عنها لأنه ربما يطلب منك استخدام للسكة الهوائية فنقول بأن السكة الهوائية هي جهاز يستخدم فيه دراسة أنواع التصادمات وقد مر عليك في الحادي عشر فيه دراسة قانون نيوتن الثاني وحساب تصارع الأجسام التي تتحرك عن طريق السكة الهوائية إذن هذا النشاط يستخدم فيه السكة الهوائية لدراسة أنواع التصادم أو دراسة حالة التصادم المرن ففي التصادم المرن فنقول في البداية إذا كان لدينا كرتان فعندما تصدم الكرتان مع بعضهم البعض فإن كل منهما ستؤثر على الأخرى بقوة مثل قوة الفعل ورد الفعل أساسا عندما تضرب الكرة بالأرض فإن الكرة ستؤثر على الأرض بقوة فعل والأرض ستؤثر على الكرة بقوة رد الفعل وكذلك أي جسمين يحدث بينهم تصادم سيؤثران على بعضهم البعض بقوة فعل وقوة رد فعل فنقول بأن الكرة الأولى هي نعطيها الرمز واحد والكرة الثانية الرمز اثنين فنقول بأن F2-1 هي القوة التي تؤثر بها الكرة الثانية على الأولى تساوي سالب F1-2 إذن F2-1 يساوي سالب F1-2 لماذا هذا السالب؟ السالب لأن هاتين القوتين قوتين فعل ورد فعل متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه ولكن نحن نعلم أن F تساوي delta P على delta T من الدروس السابقة إذن سنعوض عن هذا المقدار في F2-1 إذن F2-1 تساوي delta P1 على delta T وهنا وضعنا delta P1 لأن القوة الثانية عندما أثرت على الكرة الأولى أو الكرة الثانية عندما أثرت على الأولى فإنها غيرت من زخم الأولى غيرت من زخم الأولى لذلك قلنا بأن F1-2 يساوي delta P2 على delta T كما أن F2-1 يساوي delta P1 على delta T مرة أخرى الكرة الأولى ستؤثر على الثانية فتغير من زخم الثانية والعكس صحيح الكرة الثانية ستؤثر على الأولى فتغير من زخمها وبإجراء تعويض في العلاقة الأولى حيث أن F2-1 يساوي سالب F1-2 إذن ستكون delta P2 على delta T يساوي سالب delta P1 على delta T وبنقل الحد ذو الإشارة السالبة إلى الطرف المجاور فتصبح المعادلة delta P2 على delta T زائد delta P1 على delta T يساوي 0 delta T هنا هي زمن التلامس أو زمن التصادم فنختصرهم مع بعض فيصبح لدينا delta P1 زائد delta P2 يساوي 0 وبإجراء فك لدلتا P1 وهي M1 V1 Final ناقص M1 V1 Initial أي أن الزخم الكرة الأولى تغير حيث أصبح هناك V Final و V Initial فيكون delta P هو M1 V1 Final ناقص M1 V1 Initial زائد delta P2 هنا تغير زخم الثانية M2 V2 Final ناقص M1 V1 Final مرة أخرى M2 V2 Final ناقص M1 V1 Initial يساوي 0 الآن سنغير بعض الشيء في هذه المعادلة بحيث أنني سأنقل بعض الأشياء إلى الطرف الأيسر بجعل الطرف الأيمن للمعادلة يحتوي على رمز I والطرف الأيسر يحتوي على رمز F سنحصل على أن M1 V1 Final زائد M2 V2 Final يساوي M1 V1 Initial زائد M2 V2 Initial أي أن الطرف الأيمن يحتوي على الرمز I والطرف الأيسر يحتوي على الرمز F وبذلك نحصل على المعادلة الأولى التي تخص التصادم المرن وهي Summation P Initial يساوي Summation P Final أي أن مجموعة زخم الأجسام قبل التصادم يساوي مجموعة زخم الأجسام بعد التصادم وهذا يسمى بحفظ الزخم في حالة التصادم إذن أول معلومة لدينا فيما يخص التصادم المرن أن الزخم محفوظ وهذه هي المعادلة الأولى كذلك فإن الطاقة الحركية أيضا ستكون محفوظة كيف ستكون محفوظة؟ أي أنه في التصادم المرن فإن مجموعة الطاقة الحركية للأجسام قبل التصادم تساوي مجموعة الطاقة الحركية للأجسام بعد التصادم إذن مجموعة الطاقة الحركية للأجسام قبل التصادم يساوي مجموعة الطاقة الحركية للأجسام بعد التصادم لذلك نقول بأن Summation K Initial يساوي Summation K Final إذن لدينا معادلتين هما معادلة حفظ الزخم ومعادلة حفظ الطاقة هنا في موضوع التصادمات سيرد لدينا مفهوم جديد يخص السرعة فعندما نتحدث عن سرعات قبل التصادم ونتحدث عن سرعات بعض التصادم سوف نجد علاقة بينهما وسنستخدمهم في الحل في حل المسائل فإذا كانت سرعة الجسم الأول هي V1 Initial قبل التصادم والجسم الثاني يتحرك بسرعة V2 Initial قبل التصادم فنقول بأن V12 هي سرعة الأول بالنسبة للثاني إذن V12 هي سرعة الجسم الأول بالنسبة للجسم الثاني وتساوي V1 ناقص V2 إذن V12 يساوي V1 ناقص V2 وإذا تحدثنا عن قبل التصادم سنرفق الرمز I إذن نقول بأن V12 Initial تساوي V1 Initial ناقص V2 Initial أما بعد التصادم فسوف تتغير سرعة الأجسام فتصبح السرعات V1 Final و V2 Final وتكون السرعة النسبية للأجسام بعد التصادم هي V12 Final وتحسب من نقول بأن V12 Final يساوي V1 Final ناقص V2 Final وفي التصادم المرن هناك استنتاج لعلاقة في الكتاب ولكن هذا الاستنتاج غير مطلوب منك فنأس نأخذ العلاقة كما هي علاقة 2-3 في صفحة 20 ففي التصادم المرن تكون السرعة النسبية للأجسام قبل التصادم تساوي السرعة النسبية للأجسام بعد التصادم وتعاكسها في الاتجاه لذلك نقول بأن V12 Initial يساوي سالب V12 Final هنا تساوي في المقدار والسالب هنا يعبر عن الاتجاه وهذه ستكون لنا المعادلة الثالثة إذن هناك ثلاث معادلات تخص التصادم المرن وهي المعادلة الأولى تخص حفظ الزخم المعادلة الثانية حفظ الطاقة الحركية والمعادلة الثالثة تخص السرعة النسبية أي أن السرعة النسبية للأجسام قبل التصادم تساوي السرعة النسبية للأجسام بعد التصادم ومن هنا يمكن أن نخرج بتعريف للتصادم المرن تعريف للتصادم المرن فكيف يمكن أن نعرف التصادم المرن؟ سنعرفه كما يلي التصادم المرن هو تأثير متبادل بين جسمين أو أكثر أحدهما على الأقل متحرك بحيث يتحرك كل من الجسمين بشكل منفصل قبل التصادم وبعده ويتحقق فيه كل من حفظ الزخم وحفظ الطاقة الحركية إذن هو تأثير متبادل بين جسمين أو أكثر أحدهما على الأقل متحرك بحيث يتحقق حفظ الطاقة الحركية وحفظ الزخم وفيه ينفصل الجسمان بعد التصادم لدينا هنا في صفحة 21 سؤال هذه مجموعة كرات التصادم السؤال يتكون من شقين الجهة الأولى الكرة ترتفع من الجهة اليمنى للكرات في الجزء الآخر من الشكل ترتفع كرتين فهنا السؤال حينما تتصادم كرة بمجموعة كرات ساكنة تماثلها في الكتلة لماذا لا تندفع كرتين أو أكثر؟ إذن هنا إذا لاحظت الشكل يوجد بين الشكلين هنا في إشارة إشارة أن هذه الحالة لا تتحقق هذه معناتها معنى أن هذه الكرة لما أرفعها أنا من اليمين ليه مش هترفع كرتين؟ طبعا الأصل هنا لأن هذا النشاط انتمر عليك الأصل أنه كرة واحدة من اليمين سترفع كرة واحدة من اليسار طب ليه ما هترفع كرتين؟ فنقول هنا بأن الزخم محفوظ والطاقة الحركية محفوظة والكرات متماثلة في الكتلة لذلك فإن الكرة التي ارتفعت من الجهة اليمين سوف تصطدم بالكرة الثانية وسيحدث انتقال للطاقة بالكامل من الكرة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة فترتفع كرة واحدة فقط، وبالمناسبة يحدث ارتفاع إلى نفس الارتفاع السابق في حال التصادمات الملنة. أما إذا رفعنا من الجهة اليمين كرتين فبالتأكيد سوف يرتفع من الجانب الآخر الجانب الأيسر أيضا كرتين سنبقى الآن مع مثال يخص هذا الموضوع موضوع التصادمات الذي نقدم لكم عبر إذاعة صوت التربية والتعليم والمثال هنا سيكون مثال صفحة 21 مثال 1 هذا المثال هو جسم كتلته 4 كيلو جرام يتحرك إلى اليمين بسرعة 2 متر لكل ثانية استضم بجسم آخر كتلته 2 كيلو جرام ويتحرك في اتجاه معاكس وبسرعة نفسها احسب بسرعة كل من الجسمين بعد التصادم مباشرة إذا كانت تصادم ملن أول حاجة في أي سؤال بالفيزياء استخرج البيانات بشكل منظم ومرتب هذه هي اللي بارة دائما نقولها للطلاب اعتبر استخراج البيانات جزء من الحل فعندما تستخرج البيانات البيانات بحد ذاتها تعطيك فكرة عن القانون الذي أنت ستستخدمه في الحل لذلك هنا في درس التصادمات يوجد أجسام أكثر من جسم يعني في جسم أول في جسم ثاني وربما في مسائل يكون فيها جسم ثالث ففي الجسم الأول والثاني والثالث بتحط بيانات كل واحد تحته إذن في عنا هنا في سؤالنا جسمين إذن حنقول هنا في عنا الجسم الأول والجسم الثاني يعني اقسم الصفحة هيك من النص على جنب وحط هنا M1 وعلى اليمين مثلا M1 وعلى اليسار M2 وابدأ استخرج البيانات إذن عنا M1 أربع كيلو جرام ويتحرك M1 بسرعة V1 إنيشيال 2 متر لكل ثانية نحو إكس الموجب وعنا M2 يساوي 2 كيلو جرام ويتحرك بسرعة 2 متر لكل ثانية نحو إكس السالم التنبيه الثاني الذي أقدمه للطلاب دائما بأن هذه الدروس ومعظم الدروس إذا كانت تحتاج إلى رسم أرسم أرسم في دروس التصادمات لازم ترسم لأن الرسم بيعبر لك إيش ممكن كيف الحال يكون بيعبر لك عن السالب والموجب اللي حيظهر فيه التعويض فهنا طبعا إحنا حنرسم حترسم كرة تتحرك نحو إكس الموجب وكرة تتحرك نحو إكس السالب وبتحدد عليها زي ما هو موجود هنا فإحنا هنا عنا إم 1 رايحة نحية إكس الموجب وإم 2 رايحة نحية إكس السالب بده يسير بينهم تصادم هو أي اللي في المسألة إنه تصادم مرن طيب شو هي العلاقات تعتى التصادم مرن أمامك ثلاث علاقات علاقة حفظ الزخم علاقة حفظ الطاقة علاقة السرعة النسبية أول حاجة دائما بنطبق قانون حفظ الزخم وهذه عادة الطلاب في الحل وفي الغالب هي يعني طريقة جيدة طالما إنه أنا رح أوصل فيها نتيجة فلنطبق قانون حفظ الزخم إذن وبالتعويض هنا عن وهي مجموعة زخمة الأجسام قبل التصادم M1 V1 Initial زائد M2 V2 Initial يساوي M1 V1 Final زائد M2 V2 Final بالتعويض M1 هيا معنا أربعة V1 Initial 2 إذن أربعة ضربة 2 زائد بينزل M2 2 نيجي لV2 Initial لاحظ رصبا أنت رسمتها إنه هنا إنت حطيت إنه V1 Initial رايح على محور السينات الموجب طب V2 Initial رايحة محور السينات السالب يعني متعكسين بالاتجاه يعني إن ما تيجي تعود لازم تكون V2 بعكس اتجاه وبعكس الإشارة تاعت V1 لذلك هنا سنعود عن V2 Initial بسالب سالب 2 يساوي 4 V1 Final زائد 2 V2 Final وبتبسيط المعادلة سنصل إلى أن 2 يساوي 2 V1 Final زائد V2 Final هذه هي المعادلة الأولى إذن هنا حصلنا على معادلة من قانون حفظ الزخم الآن هذه المعادلة يوجد فيها مجهولين هذه المطلوبة إنه احسب سرعة كل من الجسمين بعد التصادم هنا المعادلة هي فيها سرعة الجسمين بعد التصادم هي V1 Final و V2 Final طبعا كيف بدأ حلها أكيد بلزمني كمان معادلة المعادلة التالية اللي أنا بدي إياها من قانون السرعة النسبية لذلك سأضع قانون السرعة النسبية أمامي إذن V1 2 يساوي V1 2 Initial يساوي V1 2 Final ويعاكسها بالاتجاه نحط الإشارة السالبة هنعمل الآن مفقوقها V1 2 Initial هي V1 Initial ناقص V2 Initial يساوي V2 Final ناقص V1 Final هنا بكتلاحظ شغلة إحنا إيش عملنا هنا في المفقوق الأصلي للمعادلة اللي هي V1 2 Initial يساوي سالب V1 2 Final لو أجد أنت تفكها تصير V1 Initial ناقص V2 Initial يساوي سالب بنحطه برة بنفتح القوس V1 ناقص V2 طبعا V1 Final ناقص V2 Final لما تيجي تدخل السالب هذا جوه رح تصير المعادلة على النحو اللي إحنا ذكرناها قبل شوية وهو V1 Initial ناقص V2 Initial يساوي V2 Final ناقص V1 Final وبالتعويض ستكون 2 ناقص سالب 2 يساوي 2 ناقص طبعا إن هنا من المعادلة الأولى رح أدخل أدخلها في المعادلة الثانية بحيث إن حل معادلتين بطريقة التعويض سنكون مرة أخرى 2 ناقص ناقص 2 يساوي 2 ناقص 2 V1 Final ناقص V1 Final وبذلك حصلنا على معادلة فيها بس مجهول واحد فهذا المجهول هو V1 Final إذن V1 Final بإجراء الحسابات للمعادلة ستكون سالب 2 على 3 متر لكل ثانية وV2 Final 10 على 3 متر لكل ثانية هنا تظهر إشارة سالبة في V1 Final أي أنها نحو X السالب وتظهر إشارة موجبة في V2 Final أي أنها نحو X الموجب بذلك حصلنا على سرعة الأجسام بعد التصادم في حالة التصادم المرن لديك سؤال في صفحة 21 لديك سؤال في صفحة 21 واجب بيتي عليك أنك تتحل وبه سنبدأ الحصة القادمة عزائي الطلاب شكرا لحسن سماعكم أنتقي بكم في الحصة القادمة لعرض درس التصادم غير المرن كانت معكم مقدمة الدرس المعلمة هبا سعيد صهيون من مدرس الزهراء الثانوية للبنات عبر إذاعة صوت التربية والتعليم إلى اللقاء الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الفيزياء شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم